اشتركوا في القناة 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 ايوة ايوة ما تبص لش كده يعني انت عايز تفهمني عبد الحكيم بجلال تقادروا محوش غير رقم تليفون واحد لا يا عبد الله معاه طبعا بس هما مش عايزين يسألوا فينا عامتني حكيم عشان تعرف ان كنت ظلمة أيها عام حكيم يا أخوة كيف محجول انت في القائرة انت بشوف خلاص ما بجله بجل طب اعمل حسابك ان انت دي جي تتغدى معايا أنا والبنات حنستناك الولاد هيفرحوا حاول ما دي جي تزرن خلاص حستناك عام حكيم مالك يا بنتي ما تكشرة ليه كده ما تفكيها بقى هقولك فلسنا يا عزة تفلسنا ماشي ما انت قلتها قبل كده وانا قلتلك سمعت عادي يعني ايه المشكلة تهتجنيني هو ايه ده اللي عادي يا حبيبة قلبي تقوليلي اكره ايه في حياتي اقولك رد فعل الستات بيبقى اوفر قوي يعني مش معنى ان باباكي بيعدي بأزمة يبقى الدنيا خربت حبيبتي يا رجال اعمالي زي باباكي دول بيبقى دايما عندهم حل بس مستخدم ممكن بقى تفهمني بالراحة كده لان انا حاسة كده ان احنا دخلين على مصيبة اقولك انا باباكي مش قليل في السوق باباكي ليق اسمه وعايش بسمعته يعني ممكن يقوم الشركة تاني من غيره ولا مالين بسمعته بس بعدين بس هو تلاقيه متخبط شوية والدنيا مقلوبة في دماغه عشان في بداية الازمة انا بحس كده وانا بسمعك ان انا بتفرج على برنامج في التلفزيون مثلا ايه انت بتريقى يعني على فك انا بتكلم صح عزت انا عايزة اسألك سؤال فضل انا عارفة يعني ان هو السؤال اهبل وسيزج بس هسألوه لك بقى او امر لله انا بتخلاص يا شاهد عزت هو انت بتحبني بجد يعني ولا علشان بابا غني؟ قصلي يعني كان غني اه عشان بحب فلوس ايه اللي انت بتولي دا؟ ايه يا بنت اللي انت بتولي دا؟ وانا حبك عشان فلوس ابوكي يا عبيطة انت شحات يا ابني اصلا ماشي شحات شحات قصدي تقولي ان انا لسه في بداية طريق وبعدين دوري على باباكي قبل ما يكون مليونير كان ايه؟ عشان تعرفي بقى ان عزت جاي وجاي بشدة ولو مستقبل جامل كمان اضحك 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 تاني والله على العظيم بس كلامك من تبقي في عدن يلا انا همشي بقى ايه ده ايه ده ايه الاسلق عادي يا بنتي وانا لسه خلصت الكلامي عشان تمشي بصراحة كده يا عزت انا متلغبطة كده ومش مرجزة وايه كلام هتقولي هيبقى باسمعه وخلاص انا بصراحة مش هرتاح كده ويهدالي بال الا ما اشوف بابا كويس وماما كمان بقت كويسة والحوار بقى اللي احنا بسحرنا فيه ده خلص وانتهى ماشي اطلب الشيط وانمشي سمع كنت فين يا اللي تيشكل جلبك اتروحت وتروحي كيف؟ قبل ما تخلص الجلتلك عليه كنت تعبانة اعمل ايه يعني؟ اموت نفسي؟ بترد عليك انا بكلم تاني يا بيت وايه زي جلالت الله كنت اهموتي ست جابري وانا يعني جبل؟ شغلي ليل ونهار؟ روح روح يا مقصع بسبي معاكي بعدين امشي عيدل يا بيت اهلا يا ديك البرابر بدينا عالصبح خير يا ست الكل تعال ما جاي اهو؟ كنت فيني يا جمر جمر؟ ايه ده كله؟ ايه الرضا ديه؟ ما انت مستحلي روحك والرجل اللي مستحلي روحه ديه مليهش عازم وانت اسم الله عليك نص النهار تقعد لك قدام المرأة زي البنات والنص التاني بتصارمح في الشوارع انا زي البنات يا حاجة الله يسامحك طب لعلمك محدش هينصف العيلة دي غيري بامرت ايه؟ طب ايه جولك ان العيلة دي عم بكرة طيقة بيها لم تأتي برجل مميسلي ها؟ ولا تلف الصدور علي قل لي كلام افهم كنت فين؟ كنت بتفسح فين؟ هتفرك في ايه ست كل رايح دمارك مني اقول لك نادية مالها مالها شفتها طالع فوق السطح بعين لها طالع الفرجات اللي فوق تكلم جد؟ وحزت وجلالي اللي جد هرق ابو هاطين راح فين ياما ياما اسكت مش حملك ياما وحشين يا نادية طب بشوش عليها ماشي ياما فطك بعافي ياما تعال هنا ايه؟ فيا يا جمر انت وحية أمك؟ انا هنغلط بكة عالي ماليك يا مفيدة؟ انت هتسيبني وتروح فين؟ هي هتيبك داي بنت على زمتي؟ اه على زمتك ولازم ابجى على زمتك طب مش وكته لا وكته يا بيتة وانت ات تريبي تريبي وتجلبي احنا كنا مشيين حلوين وزال الفل واخرتها خريطة يا عسل يا عسل إنت بالك إحنا لو فضلنا عايشين مع بعض كده فرنلي الحقيقة هتبقى سكر فرندي إيه يا أخوي حاجة فاهمك بعدين يلا سلام حسن أيون حسن طب بقولك إيه ما تشجدين جوزين حمالك دي وزبطيهم أصل أنا عندي شغل كتير جوي النهاردة وبرجع واجع أنا يا حسن إحنا ليلتنا بيضة النهاردة انت لو ما جيتش غيرك هيا جي اسمعني زين اسمعني زين الأرض السنة دي هترمي والسعر هيبقى في العالي أنا بياع أنا اللي بكلم أنا اللي بكلمك دلوقت أنا اللي بكلمك دلوقت بعدك ده الحج اللي هيكلمك وانت عارفه الحج ما عندهوش خاطر لحد ماشي وعليكم السلام أيوة الحج الكبير ما عندهوش خواطر بس الحج الصغير بسم الله ما شاء الله عسل الناس كلها بتحب أهلاً يا ستة فريدة بقولك أنا جاية وعندي حل للحكاية بتاعتنا دي قولي اشتر انت المحصول اللي عندي مش فاهم أنا فاهمك أول هام أنا ببيع المحصول على الشجر سنة بسنة وتاني ما منه انت هتاخد المحصول خمس سنين لك الدام وبك ده يبقى بتاعك وانت المشرف عليه ايه رأيك يا سبويا مش عاوزك ده لا انت لما تكلمه هو هيقول لك اه ده انت حبيبه وكلمتك ليه وزني عنده برضك والله هي فكرة يا ستة فريدة والله هزعل منك يا مروان هو انا اتكلمك واجيلك شمال ويمين وانت مكشم ومكشرك ده ليه بس هو اه اللي ليه ما هو حجم التنين يا انت واخد بالك وعمل مش من هنا يا انا اللي عفشا على بلاطك ده يا ولد الناس انا عيني منك وهو ده اللي خلاني جيت لحد هنا عشان انهل الحكاية دي ما حبش يبقى فيه خلاف بيني وبينك الكلام ده الكلام ده هي ستة فريدة يو انت مل وشك جابق الوان كده ليه ولا انت مش واخد بالك وصل سبع الفروم بيه بسم الله ما شاء الله الله هو اكبر ايه الجمر دي انا لو اعرف انك موجودة كنت بيادت هنا والله يا حسن انت بتفهم نفهم بس ده نابو المفهمية كلها حتى اسألي ميرو لو اخوك زيك لما تقوليش كده كانت خربت حبجانة واخوي تعلم فكه عشان ربنا يفكه عليك سلام السلام يا ستة فريدة استاني راحة فين هاوصلك حسن الدنيا عتمة حسن السكة واعرة بيتها هتموت عليك يا رجل عمك كان هنا اهم ايه اهم ايه بتاع ايه خلينا في الاهم اهم ايه بقولك عمك كان هنا نعم عايز تقول ايه هات اللي عندك عمك كان عايز فلوس وانا ما لانا يعوز ولا ما يعوزش دي حاجة يتكلم فيها مع ابوك انا كل اللي يهمني اعيش واتمتعه بس انت مش هتكبر واصل واجبر ليه؟ ما كفية انت كبير وعاجل انا مبسوط كده انت كيف مش واخد بالك من فريدة دي تلببت صاروخ وعينها هتطلع عليك انت انت ضايع ومفيش منيك في ايديه تعالا تعالا بس جهود تعالا تعالا وانا حاسمع منك يا مرواعني عيش فكها نادية ايه اللي انت ماسك فيها دي؟ هو عطي غلط يا حاسم نادية دي على دماغي من فوج وانت عارف ان انا بحبها وبعملها زيها زي شمس واكتر بس انت برضو اخوي حبيبي دلع نفسك هجولك نادية دي مرتك اللي هتفضل في رجابتك طول العمر نامة فريدة دي البسكوتة اللي كل ما تقدم منها حدة تدوب في خشمك اسمع من اخوك قول عمرك هتفضل صغير صغير احبل احبل ايوة ايوة مروان اهلا اهلا تفضل تفضل اهلا اهلا بالناس ازينا تفضل اجعد تعرف انا مش مسدقى نفسي انا هعملك شاي انا بقى يا سنتي ما بحبوش انا حرة في مشاعري يا بنتي عايب كده لا مش عايب هو ايه اللي عايب انتي عارفة بابا لو سمعك حزع المنك جدا وهو انا يعني هروح اقول لي بابا الكلام ده انا بقولك انتي فيش فايدة فيك يلا يا زين يلا يا ريتالي عشان تتغدوا لا يا ماما انا مش عايز اتغدوا نعم يا اختي انزل اقوله تحت ايه عمك تحت وابوك عايزكوا تتغدوا معاه انزل اقوله ايه الستة ملقاش نفس وهو يعني عارف ان انا هنا يا ماما انتي صدقية عارف ان انتي هنا يا بريد سيزا يلا يا بنتي بدل ما تجيك يعلم على ونشك الواحد يلا لا مش يلا انزل اقوله ايه يعني اقوله وبحبك يا عمي وحشتاني وتعالى اخذك في حضني والكلام ده والله ما حقيقي معلشي حبيبتي تعليه على نفسك شوعية كلمة معلشي دي بقى ضايقة قوي على فكرة انتي عارفة لو عملتي حاجة تزهر على البابا انا هولع فيكي طب يلا يا اختي يلا اول ما شوفه هقع من طولي من فرحي الله حبيبتي يلا منور البيت يا اخوي اه ده دورك يا عبد الله عمي ازيك اهلا 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 يا شهد اهلا 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 اعمل ايه ازيك يا بنتي الحمد لله وانت كمان توحشتكم جوي اهلا 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 منور الدنيا كلها اهلا يا زينا ازيك يا بنتي ازيك انت يا عمي عمي ايه الحمد لله ازيك يا عمي يا رتا انتها.. ما شاء الله! و انتان كبرة ايه! محسنة! و باجت عجلة! زمان كانت شجيهة جوي! لا عقلتي يا عمي! الحمده لله! الحمدلله! اتوحشتكم يا بنات! و انت قوي! اه.. انت بقلك كتير فعلا يا عمي! مي جيش عندنا! ما شاء يا او... يا ألف أهلا وساهلا! يا مليون خطوع عزيزة! اتفضل يا سي عبدالحاكيم! الواكل كله جاهز اللي انت بتحبه! ماذا؟ يا ساتف يا أهلاً يا أهلاً ماذا؟ درطار تعبناك يا كريمة؟ أتعبك راحاً يا سلام ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم أخوتي تاجي أخوتي أنا رجل تربز خش قعد؟ قعد يا ولاي يا أهلاً وسهلاً منورنا يا سيعة عبد الحكير ماذا؟ 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 لا تشكر الروح أنت أهلاً أخوتي كل الوخل اللي بتحبه عم لهولك عهو يلا ساموا تسلم ينتك وكده مجي إيتك حسستنا لإحنا لنا أهل بشاغل والله يا كريمة حد ينشغل عن أهله برضو تبقول الكلام ده لجوزك والبناتك أنت اللي قطعط العتب من زمان والله عندك حق غصباً عننا معلش وشمس إزاي يا عمي؟ بخير يا لدي ومراوان وحسن عاملين إيه يا عمي؟ مراوان زين زين قولي ونادي عاملة إيه مع مراوانة أنا عرفاها أصلها بنتي شجية كده وطقها شوية حبيتين لا والله كويسة وبنت حلال طب والله كويس إنها بلعن بنت حلال أصلاً كريمة مية جدامك أها وعمتي ليه مش بتيجي بزرنا يا عمي ده كلام برده جرعيه هو الكبير هو اللي يزر الصغير ولا الصغير هو اللي يجي للكبير ولا عندك حق لا فدي عندك حق بصراحة إحنا نقضي حديثوا ليه؟ كولوا بماء كولوا أخوي إيه يا باب اندارك اندارك إحنا بنأكل أهو خط بدل ما دخل إنه واشف ده أغايف حسيت إني مبسوطة ربنا يبسطك كمان وكمان بس نحنك كمان وحاسس الدنيا دايجة الدنيا دايجة عليك إنت؟ إن شاء الله يا رب اللي يدايجها عليك ولا يدايجك تيجي له شوطة انت عرفين؟ انت الوحيدة اللي بسمع منها كلام زين؟ كلام يريح لكلبه انا انا ما عرفش اللي بعمله دي صحي ولا لا انت هتلبخ تاني ولا ايه؟ انت لازم تعرف اللي بتعمله دي عين العجل صح لصح والعيب والغلط الكبير اني واحدة تجرب منك وتقول لك عينها منك وانت تعمل فيها مسافر هو دي العيب والغلط بص انا متجوز وانا قلت لك طلقها انت عايزة مني ايه؟ ايه اللي عجبك فيي؟ حاجة كتير ملهش اخر حاجة تدقال وحاجة كده مينفعش تدقال حاجة جوانية يعني من زمان زمان قوي بصراحة كده انا حطاك في دماغي من قبل ما تجوز الله يرحمه بص النصيب جا كده وعرفت انك بتحب لمعرقبة اللي اسمها نادية ما تغلطيشي انها كانت تبقى مراتي لا انا اقول على مزاجي وتكلم لنا عايزة كان عجبني انك راجل ملوه دومك واني اهل البلد يقولوا لو عايز تعرف حاجة او تسأل عن حاجة اسأل مروان ودي كان عجبني قوي ومالي دماغي قولي ايه اللي خلاك تجي لغاية هنا وتخبط على بابي وانا كمان لازم اعرف اهل البلد كلهم فكري مروان متل الجبل ما بيتهزش فاكرين مروان ما عندوش مشاكل مروان بيدو العصة السحرية الكل بياجي يشكه مومو ومحدش عارف اللي جواي انا اقول لك نادية انت قلبك مش جايبك مش عايز تسيبها مش عايز تخليها تحس انك تخليت عنها وبنفس الوقت يا حبة عين عايز تخلف انت عشان راجل صح مش عايزها تتكسر قدام امك وابوك عايزها تفضل كبيرة قدامه وقلبك واكلك محتار تعمليه وهو ده اللي مخليني هموت عليك انت من الرجال اللي تحط الست في عينك وتكفل وتتبت عليها انا مش عايزك تسيب نادية ولا عايزك تهد حياتك اقول لكم من الاخر كده اللي انت عايزه انا هعمل مش لما اعرف انا عايز ايه انا عامل زي الارض المهجورة الكل طمعا بيه لا تسكن لا تسكن بيه هلا ملايكة ولا شياطين اقول لك من الاخر انت زي ابوك بس على اهده شوي ابوك بيحب كل حاجة تبقى ماشية بالطريقة اللي هو عايزها ما بيحبش حد يغلطه ولا يمسك عليه غلط وانت زيه ماشي على الصراط المستقيم انا مش قصدي انك ملاك يعني انا قصدي انك حابب الدنيا حابب تعيشها حابب تبسط نفسك بس يبصح وانا معك سكت ليه كلمتني وقلت لازم اجي لك وعدني جيت خير الله ما اعرف اقول لك ايه بقول ما احتاج فلوس بس كده بالعندي قبل العندي جد بتكلم بجد عباك شرعي عبدالله شرعي بجعب جماعي وانت محتاج وانا اقول لا تتجننت عبدالله الله والله ريحت جلبي تعرف تمانعني قاويات يعني معجول علشان الخلافات اللي بنا أديك ظهري طيب معودتش مني ولا اي عايز كاب يعني الحكاية كبيرة شوية يا سيدي جوجل عايز كاب عشرة مليون جنيه بسيط بس يعني ما تأخذنيش يعني انت عايز عايز المبلغ الكبير ده ده انا بس عايز اتطمئ عليك يعني أزمة هتعد إن شاء الله أزمة كيف يعني يعني جاءت واجهة كبيرة شوية علاشكات وقروض البنوك مبلغ كبيرة جواب حكيم كيف تعمل في نفسك كده كنت داخل شغل هنا افتكرت انها تعديني البرتاني خالص بس تقول ايه ما الطمع هو الطمع طمعت فاغسرت هكتب عليك وأقول لك لا اه محط خلاص وليهمك انا حبعة المحاسب اللي عندي عشان يشوف طلباتك هاي؟ ويخلص الموضوع قل زم ويه المعرشة هل هي كان خلصانه انت؟ خلص ايه؟ مش فيها حاجات داخلة وطلعة ولازم يبقى في ورق 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 بابا شريعة عبد الله تحتستلف مني فلوس من غير ورق هستلف لا قلوا ان انا مش غلطة انا بقى بقول لك اوه خد الفلوس اللي انت عايزها بس تبقى دين عليك يعني ديه انا مش غلطة بس ايه؟ ديه انت مش غلطة؟ اللهي انا قلت اللي عندي اذا كنت انت شايفتنا غلطة نقول ماما ايه؟ ده من ايه؟ بصنط عجبك الكلام اللي جوه ده عمليه دي لابوكي في المناء يا خيار انا تحلى دينه في جناب استاني بس يدينا ايه اللي حصل؟ الواط يا عمك بيقول لابوكي لو انت حيز فلوس قال ايه؟ يروح يستلفها منه يا ستي ماناش دعوة سليبيهم هم يتصفوا ماناش دخل انت يا هابلة يا بيته ولا حبيطة يحنا ايه ماناش دعوة ماناش دخل؟ مش ورثة بوكي ومش في لوسكو يا ماما ارجوكي ما تحرجيش بابا قدامه انا واسق ان هو يتصرف ايه دي انت بس شوية؟ يا ابنت اللي يتصرف ابوكي؟ ابوكي ده لا بيحله ولا بيربط لا بيحله ولا بيربط يا ماما بقى الحكيم انا عايز ورث ابوي ورثي مين؟ ابوي اه اللي انا مش هارض عليك عشان ما تعصلش بيننا مشكلة وزي ما بلت لك المحاسب موجود هبعدهولك انا عايز المحاسبها بس عايزك انت كمان وياها عشان نتحاسب تحاسب علي انا كل حاجة كل حاجة اللي هي عشان مش فاهم شوفها الحكيم اخوي الحاجة عند الجواد له ابوي يا ابوك الله يرحمه لما مات سمحكت كتير سهب ارض وبيت واتجارة وعربيات وفلوس كتير تسد عين الشمس صحيح انا اتغضى بأهلية وسبت البيت ومشيت مازده مش معنى انا منش حاجة شوف الله يدي مسألة بينك وبين ابوك بيش بينك وبيني وانا مردش اقول لك عشان خاطر ما خلكش تحس ان ابوك ماتوا وغبان عليك مش فاهمك ابوك بعلي كل حاجة ايه؟ معنى كل حاجة؟ وانت باجة مش هالله عمحكيينه جبت منين الفلوس اللي اشتريته يا كل حاجة داي مش مهم يجبتها منين المهم انه حصل سيبك من الكلام ده انت مش جايش تسألني اللوتي معنى كده انك بتخوني يا عبدالله وانا مش معقول اجب جنبك وانت بتخوني شوف يا عبدالله اذا كنت عايز الفلوس انا ما قدرتش اقول لك لا بس الاول لازم اضمن الفلوس دي حترجع ميتا وكيف لازم اضمن حبي اللي انت طلبه ده بيش ماداك صغير بيش هالف الالفين ده العشرة مليون جنيه مجايا الحكاة كده يا ابحكيم مجيش لك ده سبحانك يا رب بتجي لك يا عبدالله تحسبني كنت فين هه وانا عمل اشتغل واشيل واحط واقبر واعلي جيد لك ده عشان تأخذ كل حي على الجهز هالفزن جان حكيم انا قلت لك مش عايز مجنبك مجنبك السنت اللي مش عايز بك كلامي كلامك مش عاجبه يا عبدالحكيم ولا عاجبنا انا كمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة